انفكشنز ممكن تؤدي الى لوكيميا واثر ماليجنز ايبشتاين بار فيروس ويروس مشهور جدا اي بي في اختصاره اي بي في بيعملين ازا ما شايفين في الصورة اعراض كتيرة جدا في الجسم من ضمن الاعراض اللي بيعملها بيخلي فيه اتيبكال واي بلات سيلز اتيبكال واي بلات سيلز دي يعني خلايا غير طبيعية من الواي بلات سيلز بكون كاركتريستيك للايبشتاين بار فيروس وممكن تقلب بعد كده بلوكيميا او لينفومة الفيروس اللي هو اسمه HIV المسؤول عن الايدس برضو من ضمن الفيروسات اللي ممكن تعمل لوكيميا وليمفومة هيوما بتيه لينفوتروبك فيروس طيب 1 ده فيروس بيحب قوي انه يعيش في اللينفوسايتس وممكن يعملنا برضو اللوكيميا عن اللينفومة اختصاره اختصاره HTLV1 اخر واحد أضل تيه سيلوكيميا لينفومة فيروس فيروس برضو الفيروس ده ممكن يكون ليه سبب من اسباب اللوكيميا او اللينفومة في بعض احيانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة